ورده أسمع وجهة نظرك العامة في هذه المباراة يعني أنا بشوف دايماً إن كاردوزو بيلعب على إزاي طبق فلسفة أنشلوتي وده كلامه حتى في التصريح الأخير بعد المباراة قال لك أنشلوتي دايماً من المدربين اللي ما بيديش معلومات كتيرة وزي ما قال أحمد بالزبط كده هو بيلعب على إن هو ما يستقبلش أهداف يخطف هدف في وقت معامل المباراة يقتل به المباراة يحقق به فوز بالبطول وده اللي احنا شفناه في السيناريوهات كلها منذ تولي كاردوزو طبعاً يعني تدريب التركي عايز يلعب على إن هو يقفل كل الخطوط يداية المساحات ويلعب على الحاجات التفاصيل الصغيرة جداً اللي ممكن أن كابتن إسلام تغير سيناريو المباراة كرات السبتة العرضيات المتحركة بأي فرصة من إتاحة وجود أي مساحة فيه الأظهراء اعتماده طبعاً على بن علي أو بن حميدة كان حيشارك بشكل كبير يقول فبالتالي همتكلم على بعض عنده مفاتيح عنده لعيبة حسام توكا أو أهوله الناس اللي هي تقدر تقفل مساحات بشكل كويس جداً ودي شفناها بصير محترم بصير محترم بصير ما بيعملش ده لا لا بيزبط رتم الملعب بشكل كبير صحيح فعندك أعمدة أو مفاتيح لا بيقدر أنه يستخدمها في النحاء الدفاعية حتى في النحاء الهجومية بشكل فيه توازن بشكل كبير جداً فالمفاتيح اللعبة دي تقدر أنها تساعده في تطبيق الفلسفة اللي هو بلعب بها شفنا قدام سانداونز في الزهب والعودة شفنا أمام أسك شفنا حتى مشواره عامل إزاي وداماً يقالع كابتن أن كاردوزو غير الفكر أو الطريقة والاستراتيجية التكتيكية للتراجي على الرغم أن أنا بشوف تبكى للنتائج والأرقام أنه ما غيرش كتير قوي في النتائج يعني إحنا لو شفنا نتائج وأرقام التراجي قبل كدوم كاردوزو يا أحمد مش هتلاقي فيه فرق كبير وعندنا حتى في بطولة أفريقيا يعني أنت في الشامبنزليج أفريقيا الحالية إحنا منستعرض مع بعض الأرقامة كابتن إسلام خلينا نقول إن إحنا ده بشكل عام في المسابقات كلها قبل كاردوزو هنمسك آخر 11 مباراة قبل كدوم نتكلم في 11 مباراة ده نتكلم فيه فوز التراجي كان ماشي كويس فاز في 7 مباراة خص المباراة واحدة وديه المباراة الهلال اللي كانت فيه في أفريق التلاتة واحدة وتعادل في ثلات أحرى 16 هدف وعليه 5 هدف دي 11 مباراة قبل كدوم كاردوز طب أول ما استلم كاردوز طبعا في يناير وأول طبعا مباراة وطبعا مع النجم بعد كده الهلال أوليه 15 مباراة حتى الآن عنده 9 فوز وعنده خسارتين خسارتين دول إمتى ده بعد عودة بقى التراجي للمشوار المحلي بالزبط الملعب الملعب الرياضي فعنده خسارتين وقع فيه ما كابتن لأنه هو في أفريقيا بقى حنشوف أرقام وانت عندك تعايد اللي هو في أربع مباراة جابس 15 جون واستقبل 8 أهداف فإحنا بحسنا نقف عند النقطة دي تقولك إن كاردوز طور الفريق من ناحية الدفاعية أنا بشوف هو طوره من ناحية الالتزام التكتيكي أكتر من ناحية الأرقام لأنك أنت الأرقام قبل كاردوز غير بعد أول ما استلم يعني بعد ما استلم آه ناحية الهجومية قريبة 16 هدف 15 هدف طيب استقبل 5 قبل كده استقبل 8 مع كاردوز في 15 مباراة الأخير 8 دول طبعا في 3 خسائر أو موما أو طبعا أتكلم على 8 كان فيه خسارتين سوري فيه خسارتين وفيه عنده تعادلات معظم مباراةه في التعادلات هتليها 0-0 ولكن زه هو 0-0 لين هو بيقفل كويس جدا وبيلعب على زي ما بنقول على التفاصيل الصغيرة اللي عنده مفاتيح الليعب اللي يقولن عليه فهتشوف بالأرقام إن ما فيش تطور أو تطوير كبير جدا فيه في أرقام أو نتائج الترج هي هي تقريبا يعني هو أعتقد أحمد اللي عمل شبه بعض الرجل ده تطورا يعني هو الترج في أفريقيا بالضبط يعني أنه يعني أنه أنت عارف يعني عارف اللعيب التونسي بشكل عام أو لما تلقي تلعب لعيب التونسة مع المدرب التونسي بيبقى عايز يكسب الفريق المصري اللي جاي هو رجل ده مش شغله القصة دي هو عايز يطلع صفر صفر من أسك صفر صفر من سانداونز واحد صفر من سانداونز الأهل ده بالنسبة له هيقعد يذكره مالوش دعوة بحساسية شمال أفريقيا يعني هو مالوش دعوة بالقصة دي وده لما بقى فيه مدرب تقيل في شمال أفريقيا بقى لأمينه في كده مالوش دعوة بالضغط بتاع البلد بتاعته ولا حاجة أي حد مالوش دعوة التاريخي اللي بين الأهل والترج اللي دعوة بالمالوش ده المالوش ده إلا هيحصل بقى الفرقة دي تقل مني بكتير ولا مش هتقل مني قتل مني عايز يطلع معها صفر صفر بس هو زاكي يا أحمد هو فعلا دخل مع أفريقيا لكن مثلا كابتن نبيل معلول متأسف لو باطعك كابتن نبيل معلول السهان اللي فاتت الفرقة كلها بتهاجم ومفيش حلول خالص معرفكش تعمل هاجم علينا انت احنا طلعين زعلانين ان المالوش خلص تلاتة انا فاكر ساقات هطلعنا كله النز علىنا تلاتة ليه يعني ايه تلاتة يعني مالوش ده يطلع تلاتة ليه لأنه سايب الملعب هو مضغوط هلأك ما بيعملش كده اه لا هو واحد زايدوها نساوي اتنين سانداونز ما ليش دعوة مش هعرف اهاجم على الفرقة دي مش هعرف افتح خطوط مع سانداونز هلعب على الجنة الصغير ده ما ليش دعوة ما عليش بالمعز من شريفية ولا الاسامي بتاعتكو انا الراجل ده عاجبني امان الله ما ميش ده كويس اتفضل حضرتك يلعب ما بيجيبش بفيه وين كل الناس القديمة تقعد اتفضل حضرتك يلعب صفر صفر على اي حد مش مهم مين اسك اتقل ميني ولا مش مدرب تاني مثلا يقولك لا الترجي مايدفعش قدام اسك لا يدافع قدام اسك اسك بقاله قدام رأي يدافع هطلع صفر صفر قدام اي حد مش انا في النهاية دلوقتي مش بلعب على بطولة بالنسبة للبطولة التنسية هو كمان نظام المجموعتين ميدي له افضلية انه خلاص وحاسم اللقب تقريبا فهو مش عايز هو يعني هو بالنسبة له ادخل التاريخ منين من افريقيا صحيح وده ارقامه فعلا بتسمي يعني انت عارف ان هو كان مدرب طبعا ريو افي في البرتغالي وعالفكرة هو وصل النهاية قبل كده قدام بورتو وخسر النهاية ومارضيش استلم المداليا فهو عنده شوية نقدر نقول مش متمرس اوه في النهايات الكبيرة ولكن هو جاي من نهاية فعلا اوروبي اهوة لنهاية افريقيا حتى ارقامه في افريقيا مع الترجي مختلفة شوية لانه فعلا من اول مستلم الفريق في المشوار الافريقيا لا خسار يعني قلنا هو في عنده خسارتين الترجي في اخر يعني الدوري في الكاس ولكن لا هو من المسك الفريق ما فيش خسارة في حتى عدم استقباله اهداف بشكل كبير جدا عنده حداشر اتناشر كلين شيت حتى الان اهو ده طبعا في افريقيا هما لعبوا 13 مباراة كابتن اسلاح صح كده مع المباراةين اللي هو التمهيدي الدول التمهيدي فكان فيه 6 قبل هو 7 مع كاردوزو 2 فوز قبل كاردوزو في 5 هو فاز في 5 مباراة ومخسرش ولا مباراة وتعادل في 2 حبسة دول بقى منهم الاقصائيات منهم الاقصائيات ومنهم الجولة الرابعة والخمسة تقريبا مظبوط فكان طبعا مباراة اهم من نوك قوت فاصعب من المباراة اللي هي السنة السابقة فعنده خسارة واحدة بتاعت الهلال ده قبل طبعا قبل كاردوزو هنتكلم برضه في الاهداف شوف ما استقبلش ولا هدف في افريقيا على العكس ان الترجز تقبل التلاتة اهداف اللي هم المتعرف عليهم فده ارقام لا ارقام مميزة مع اول ما استلم على المشوار الافريكي وده بيأكد كلام مجد دلوقتي انها بتكلم ان هو ازاي يدخل للتاريخ وان هو اسمك نفسه من خلال افريكيا وده ارقامه بتقول كده على عكس المشوار المحلي وعالم تركيزه ان هو حسامها بشكل كبير يعني فلا كاردوزو هو بيلجأ ليه الفكر الانشولوتي ان هو قال لك حتى المان سيتي خلاص اقتحم بكل الاشكال وفي النهاية الواحد وحد خلاص الفوز هو دماغه رايحة لهذا الاتجاه فبرضو جمهور النادلالي شايف ايه اللي حيحصل يوم السبت يعني ان هو هاجم زي ما تهاجم لكن المطش ممكن في الاخر يخرج هو مشغله او القصة بتاعته ان هو نفسه في افريقيا يعني مشغلان مين نكسب مين كم مرة احنا بيشغلنا الكلام ده كناس منخرطين سواء متابع او مشهد وهنفضل طول عمرنا هنا هو الرجل مشغله قصة دي عشان كده الاجانب في افريقيا بيبقى متمرق مالوش دعوة هو بالقصة اللي حصلة بره دي كلها بس شخصية الفريق وشخصية لعيبة واندماجهم في التاريخ كله ده بلعب دور كبير جد انت بتتكلم على الترجي منتكلم احنا على اخر سبع نسخ قبل النسخة الحالية لما بنقول ان الاهلي وصل في اخر سبع نسخ لست مرات فاينال الترجي نفسه وصل لتلات مرات برضو فاينال الترجي خد مرتين بطل في تمنتاشر وتسعتاشر وخسر فاينال امام الوداد فعندك تلات متواجد يعني فريق لا قوي انت الاهلي خد تلات بطلات او تلات مرات بطل في اخر سبع نسخ والترجي واخد مرتين بطل الترجي عنده رقم كياسي عنده خمس مرات بلا هزيمة محقق فيهم البطولة من اصل اربع اربع القاب فبنتكلم ان هو دي المرة التسعة في وجوده فالتاريخ ليه دور كبير جدا لان شخصية اللعيبة وبنتكلم في اخر سبع سنين او ست سنين او ست نسخ يعني بتدي قوة كبيرة جدا للعيبة مع الجمهور بتفرض شخصيتهم لا متمرسين